كنت محتاج النهاردة تجيب كام طابلة مش واحدة كام واحدة كده تقول تطبل عليهم تطبيل تطبيل طبعا شكرا يا رئيس شكرا يا رئيس الناس كلها مش عايز اقول له حضراتكم الرئيس النهاردة قرر كنا مبارح بنتكلم على شارل عقاري اخر السنة دي لا 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 الرئيس قالك حاجة تانية خالص لا حد كان متوقع ولا حد كان متخيل هذا هو الانحياز للشعب الانحياز مين للناس الناس كانت عمالة واللي يحصل ودونا فرصة اهو فرصة من الشهر ولا اتنين ولا تسعة سنتين على الاقل شكرا يا رئيس بجد النهاردة واضح زي ما بقول كده لما بتنحازل الناس وللرأي العام وللشعب والنهاردة الرئيس دايما بيثبت لكل المصريين في كل وقت الناس كانت دايما تقولك شادة الرئيس الناس تقولك لفين اللي الحكومة عايزة طيب الرئيس النهاردة قالك خلاص شكرا ده هشتاجنا على فكرة ده هشتاجنا شكرا يا رئيس ده هشتاجنا بمناسبة الشهر العقاري بمناسبة التجاوب مع طلبات الشعب الانحياز الكامل اليوم مرة اخرى ومرة ومرات كثيرة للشعب المصري بهذا القرار وهذه القرارات اللي طلعت النهاردة عصر هذا اليوم بعد اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير العدل قرر الرئيس لا سنتين على الاقل اعملوا قدوا فترة انتقالية لمدة سنتين على الاقل اعملوا القانون وبالمناسبة القانون هيكون فيه تعديلات كتيرة والاهم من ده انه نسبة الفلوس اللي هي تنين لا لا اعملوا تسهيل يا جماعة السيد الرئيس قال لهم كده النهاردة سهلوا على الناس حياتهم وقاللوا النسبة قاللوا يعني حاجة ايه تبقى في مقدور الناس يقدروا يدفعوها السيد الرئيس قال كده النهاردة طب حضرتك عايزنا اعمل ايه كنت عايزنا كنت اعمل ايه شكرا يا رئيس شكرا يا رئيس شكرا هشتاجنا نشتغل عليه وايضا شكرا يا رئيس كتير كتير صحيح طفل يحيى من شوية زملتنا عزة مصطفى كانت عاملة تقرير مع طفل في محافظة الجيزة عنده ضمور في المخ واذا الرئيس واذا يستجيب بسرعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الحالة الانسانية وحالا وانا بكلم حضراتكم سيارة اسعاف تتحرك الان عشان تنقل يحيى الى احدى المستشفيات لعلاج يحيى استجابة ايضا سريعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جاء في برنامج صالة تحرير مع الزميل عزة مصطفى قبل قليل وتتحرك الان احدى سيارات الاسعاف لنقل الطفل يحيى الى احدى المستشفيات لعلاجه طبعا زي ما حالكم لو الناس تابعت التقرير تقرير طبعا حالة انسانية صعبة جدا والرئيس على طول ادى تعليمات بالتجاوب والسرعة الاستجابة والاستجابة لحالة الطفل يحيى اللي يتم نقله حالا الى احدى المستشفيات لعلاجه اسره زي ما بقوله حالكم وضعها الظروف المعاشية وكان استجابة سريعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا مرة تانية شكرا يا رئيس شكرا يا رئيس هاشتاجنا الانحياز للشعب انحياز الرئيس للشعب المصري طوال الايام الماضية الناس عمالة طبعا كله عمال من هنا ونعمل ايه عايز اقول لحضراتكم اللي عمل رئيس النهاردة عمل دربكة اقول لك شوية كواليس كده كانوا النهاردة البرلمان عاديل لجنة تشريعية في تعديل حكومة بعت مادة واحدة اللي هي ارجاء التطبيق لحين لحتى نهاية هذا العام 31 ديسمبر تم احاله رئيس مجلس النواب اللجنة تشريعية ثم احال رئيس مجلس النواب مبارح التعديلات اللي طلباها زعيم الاغلبية في مجلس النواب بهذه التعديلات والارجاء الى اخر هذا العام وتفاصيل كثيرة طبعا قرروا انهم ارجاء حتى نهاية هذا العام واذا فجأة بعد ما خلصوا انا بكلمكم جد اللجنة التشريعية خلصت وارجاء وخلاصوا لما يتعمل بقى قانون وحاجات لطيفة الزريفة زيك كده واذا فجأة تصدر يصدر بين الرئاسة ان الرئيس امر او كلف بارجاء لمدة سنتين على الاقل فراحوا على طول انها باشرف رشاد الزعيم الاغلبية اعادت مدولة ايه اللجنة تشريعية نعيد مدولة ايه اللي حصل الرئاسة والرئيس قرر سنتين نعيد مدولة على السنتين وتمت اعادة المدولة مرة اخرى على السنتين بعد التعديلات اللي تمت حصل انه زي ان بقول الله حكوا التوقعات كلها كان خلاص من انبارح كله والناس بدأت تهدى وخلاص ونهاية السنة ونشوف السنة الجاي هيحصل ايه وكلام لا النهاردة معاك كمان نتكلم على سنتين يتعمل فيهم تعديلات يتعمل فيه قانون للشهر العقاري يكون ايضا ينحاز لجميع تاني بقول ينحاز للناس مرة تانية شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التجاوب مع نداء الناس مع مطالب وجموع المصريين صوت المصريين بيصل والرئيس بيستمع والرئيس مش يعني مجرد انه الرئيس لا 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 بيسمع بالمناسبة تقارير بتتقال اعلام بيشوف تقارير بترفع بيتابع زي ما بقول لكم بالضبط والله بيتابع وبالتالي كل ده يقدر بنقدر يعني نقوله بشكل واضح ان احنا بنعمل ايه الرئيس بيقول هذا الكلام الرئيس بيتدخل في التوقيت المناسب وتدخل اليوم في التوقيت المناسب بعد ما كنا بنتكلم على نهاية 31 ديسمبر 21 لا الرئيس النهاردة قال لهم لا سنتين كمان وخلال فترة الانتقالية دي بتعمل اجراءات معينة بحيث انه ندي تيسير اكتر للمواطنين وكمان النسبة اللي هي اثنين ونصف في المية لا الامور تبقى اقل تبقى بشكل واضح زي ما بقول لها حاكو وهو في الاخر الانحياز للشعب نداء المواطن بيصل طلبات المواطن بتصل اهات المواطن وزي ما بنتكلم طول الوقت ما الناس يا جماعة بعد السنتين وربنا يدينا يديكو جميعا الصح يا رب هو عارف يحصل ليه بعد السنتين كورونا ان شاء الله تكون خلصت ودخلنا في مرحلة جديدة انما الناس النهاردة اللي تعبان ولسه كورونا وعندنا مدارس وعندنا امتحانات وعندنا جماعات ودخلنا على رمضان وحاجات كتيرة ايوك مع بعضها كده والرئيس خلاص مرة واحدة مش كام شهر لا لا بنتكلم على السنتين خلاص هدوء بقى نهدى شوية هدوء كتير بالمناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر